السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة والسلام لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار توفيت يوم الأحد الماضي تغمدها الله برحمته الواسعة شكرا لتعزيتكم لي ولمواساتكم الصادقة وأسأل الله تعالى أن يمد أمهاتكم وأباءكم بالصحة والعمر وأن يرحم من انتقل منهم إلى دار الحق والبقاء أما بعد إخوتي وأصدقائي الأحبة موضوع اليوم موضوع يشغل العالم بأسره منظمة الصحة العالمية تعلن حادث الطوارئ على مستوى العالم بسبب تفشي جدري النمط الأول من فيروس M-Box وهو جدري القرود أو جدري القردة وخوفها العالمي بسبب هذا الفيروس هل سيعود الرعب الذي عشناه عندما تفشى فيروس كورونا وهل سيكون هناك حظر ومنع سفر وعدم حركة وانتقال بين الدول وأيضا بين المدن والأحياء في ذات الدولة جدري القرود ظهر عام 2022 لأول مرة في الكونغو بأفريقيا وكان انتشاره محدود ضمن حدود الكونغو وقتها ظهرت العديد من الحالات واختفى اليوم الأمر مختلف تماما المرض انتشر في كل دول أفريقيا والفيروس المسؤول عن تفشيه وانتقاله هو نفس الفيروس الذي يسبب انتقال مرض الجدري هذا الفيروس يصيب القرود وقد انتقل من الحيوان إلى الإنسان انتشر الفيروس ووصل إلى أمريكا الجنوبية إلى البرازيل والأرجنتين ووصل أيضا إلى بريطانيا في أوروبا وأيضا إلى بعض دول المنطقة في الشرق الأوسط والدول العربية وهو مستمر بالانتشار والتفشي طيب كيف يمكن أن ينتقل الفيروس ويصيب الإنسان فيروس جدري القرود ينتقل عن طريق الطعام إذا كان الفيروس موجود في هذا الطعام وهذا يحدث عند مشاركة شخص بتناول طعام مع شخص آخر وانتقال الفيروس من خلال هذا الطعام أو عن طريق الأدوات الخاصة مثل فرشات الأسنان أو كوب أو ملعقة وممكن عن طريق اللعاب وأيضا ممكن عن طريق اللباس واستعمال ألبسة الغير فالحويصلات الموجودة على جلد المريض تنقل العدوى من خلال الألبس الملوثة بالفيروس ويمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الجنس والشخص المصاب بالعدوى قد يحتاج لحوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى تظهر أعراض المرض وهذا يتعلق بمناعة الشخص لذلك بعض الأشخاص تظهر الأعراض بسرعة في حال إصابتهم بالعدوى خلال يومين أو ثلاثة ويمكن أن يكون الشخص مصاب بالعدوى وحامل للفيروس ولم تظهر عنده حويصلات على الجلد وهذا أمر سيء جدا بأن هذا الشخص يتعامل معه الجميع لأنه شخص طبيعي غير مريض فيقوم بنقل العدوى لكل من يتعامل معه ويلامسه أو يتناول معه الطعام طيب ما هي أعراض المرض ومضاعفاته؟ الفيروس يمكن أن يسبب التهاب دماغ ويمكن أن يسبب العمى للشخص المصاب وقد تؤدي الإصابة في بعض الحالات إلى الوفاة ونسبة الوفيات تضاعفت عدة مرات وارتفعت بشكل أكبر في أفريقيا والدول الأفريقية الأعراض تظهر عند المريض حرارة عالية وضخامة عقد لنفاوية في الرقبة وتعب شديد ووهن عام والطفح الجلدي يظهر خلال 48 إلى 72 ساعة ويكون الطفح على شكل حويسلات تشبه حويسلات جدر الماء التي تظهر عند الأطفال بعد إصابتهم بمرض الجدري الطفح والحويسلات في جدري القروض تظهر على كامل سطح جلد الشخص المريض الرأس والوجه والرقبة والصدر والبطن والأطراف العلوية والسفلية وتظهر الحويسلات أيضا في باطن الفم وأيضا من الآراض حكة شديدة في كامل الجسم كل هذه الآراض انتقلت من القرد المصاب إلى الإنسان واليوم أصبحت العدوى تنتشر من إنسان إلى إنسان آخر أعراض جدري القروض تختلف عن أعراض فيروس كورونا ففي جدري القروض لا يوجد أعراض رشح وبحث صوت ولا يوجد سعال طيب ما هو العلاج؟ فيروس جدري القروض انتشاره سريع جدا وفترة العلاج طويلة والشفاء منه يستغرق بين ثلاثة إلى أربع أسابيع ليس هناك للأسف علاج نوعي محدد لجدري القروض سوى استعمال مسكينات وخوافد الحرارة مثل براسيتامول وأيضا استعمال مضادات للحكة ومن المهم جدا عزل المريض عن محيطه وأهل بيته وعن أصدقائه لمحاولة منع انتشار العدوى الدول التي أعلنت عن وجود حالات من جدري القروض فيها بدأت بإجراءات على الحدود والمطارات لمحاولة منع تفشي المرض وانتشاره بشكل أكبر أما اللقاح فليس هناك لقاح حتى هذه اللحظة وأعتقد أنه سيكون هناك مشكلة حقيقية عند الناس لتقبل فكرة أخذ اللقاح لهذا المرض وخاصة بعد المشاكل الصحية والقلبية والوفيات التي حدثت بسبب تلقي بعض لقاحات كورونا والمشكلة أن بعض الشركات المعروفة عالميا قامت بتصنيع لقاحات وهي تدري وتعي تماما مدى خطورة هذا اللقاح وآثاره الجانبية لذلك آمل بإذن الله ولطفه أن ينتهي المرض قبل صناعة لقاحات له لأنه غالبا سيكون للقاح آثار جانبية سيئة وخطيرة على الصحة طيب ما هي طرق الوقاية من العدوى بفيروس جدري القروض النظافة الشخصية هي الأساس غسيل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد وعدم تناول أي طعام أو شراب مع الزملاء في العمل وعدم ملامسة ومصافحة الزملاء والأصدقاء وغسيل اليدين بشكل جيد بعد العودة من العمل وقبل تناول أي طعام أو شراب وإلغاء العناق والتقبيل عند السلام على أي شخص وعدم مصافحة أي مريض وعدم استخدام دورات المياه العامة ويجب أن نكون على مستوى من الوعي والمسؤولية والعمل على محاولة الحد من انتشار المرض وأن لا نكون سببا لتفشيه وانتشاره يجب على كل شخص يشعر بالتعب والوهن والحرارة أن يعتكف في غرفته في المنزل لأنه قد يكون مصابا ولم تظهر الحويصلات بعد ويمكن أن يكون سببا لانتشار المرض للغير في المنزل وخارجه مناعة الأشخاص القوية تلعب دور كبير في التصدي لهذا المرض والانتصار عليه أما المناعة الضعيفة فإنها ستكون سببا لتعرض الشخص المصاب لأعراض مزعجة جدا وربما عقابيل وتطورات مؤذية للدماغ والعينين وقد تصل إلى حد الوفاة لذلك يجب العمل على رفع المناعة وتقويتها لنكون جاهزين للتصدي لهذا الفيروس من خلال اتباع نظام غذاء صحي متوازن يعتمد على الخضار والأوراق الخضراء والبروتين الحيواني والنباتي والدسم بعيدا عن السكر وزيوة القلي النباتي المكررة السائلة والمهدرجة ويجب تقليل تناول الكربوهيدريت والنشويات ومن المهم اتباع نظام حياة صحي بعيدا عن التدخين والكحول ويجب أيضا تناول فيتامين دال وفيتامين سي للوقاية من الإصابة وأيضا أثناء فترة العلاج التواصل معي عبر واتس أب فقط عن طريق ميزة الانضمام وفيار مستوى ذهب أحمر فيه واتس أب عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هام وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي شكرا لهم جميعا وأخص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتور أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغداد والسكري واختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي كما نعمل سويا في نفس العيادة وذات التخصص دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلتي الدكتور نوار علي بحضر الله ورعايته